هنا في غزة مهما كانت الظروف كل لحظة منذ أن أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي الوعد بإعادة الإعمار تحمل إنجازا جديدا جولات تفقدية لضمان سير العمل واجتماعات لا تتوقف وقرارات مدروسة تعبر عن الاهتمام الحقيقي لسير عجلة الإعمار بما يضمن إنجازا سريعا ما جعل من موقع مدينة دار مصر ثلاثة ورشة عمل لا تتوقف إحنا هنا النهاردة في دار مصر ثلاثة طبعا أعمال الحفر 50% من العمرات انتهت وشغالين في أعمال الخرصانات الخرصانات العادية وعندنا ابتدينا كمان في الخرصانات المسلحة وطبعا إحنا مزودين ساعات العمل طبعا حسب تعليمات سيدة رئيس الجمهورية بالسرعة الانتهاء من المشاريع الإعمار إذن فقد وضع الأساس وبدأت الكتل الإسمنتية بالظهور أعلى سطح الأرض أمر جعل من هذا الموقع محط أنظار للغزيين الذين يحلمون بانتهائه ساعة بساعة مع حرصهم الدائم على إظهار مشاعر الإمتنان للشقيقة مصر وإحنا بنشكر الأخ السيسي والشعب المصري كله للأمان ما جهودهم معنا مع الشعب بتاعنا كل احترام للجهود المصرية والوفد المصري والأخوة المصريين اللي عاملين في المشروع وإحنا بنحييهم وبنشكرهم وبندعمهم يعني وبنقف مع جانبهم يكونوا للأمان دايما إن شاء الله وإحنا مبسطين منهم وإن شاء الله ربنا يوفقهم في عمل هذه المدينة لها الشباب والناس اللي دورها مهدومة والناس اللي وضحها صعب وإحنا بنشكرهم يعني على هذا العمل الطيب بعيدا عن كل ما هو نظري فإن العمل على إنجاز مشاريع الإسكان الثلاث لضمان تأمين أكثر من ثلاثة آلاف عائلة فلسطينية دفع العمال في مواقع العمل الثلاث لبدل أقصى مجهود ممكن تنفيذا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي التنموية على أرض غزة الأبية على مدار الساعة لا تتوقف هذه السواعد والأليات عن العمل لتساهم في تحقيق أحلام آلاف العائلات التي تنتظر أمانا في مستقبلها منعوك الأكسترانيوز غزة